على فكرة يعني سؤل ميستر كولر يعني هو انت ليه محمد الشناوي ما قاعدش على دكة البودلاء فقال لك والله ما فيش اتفاق موسبك انا كنت قلت لكم هنا في البرنامج ان في اتفاق ان الشناوي لعب ثلاث ماتشاط وشو بير يلعب ماتش نظرا ان مستوى شو بير اللي كان ما نفز ماتش النهاردة او رجل المباراة قولا واحدا يعني رجل صد في اول الشوط الاولاني انفرضين ثلاثة تمام وبالتالي النهاردة محمد الشناوي رفض يقعد على دكة البودلاء اه رفض هو اللي مش عايز يقعد وعلى فكرة دي مش اول مرة يعني قبل كده اما رجع من الاصابة مرضاش كان كل سليم مليون في المية وبيتمر المية في المية يجي يعرف ان مستوى شو بير يلعب مرضاش يلعب هو ما عادش غير مرتين اعتقد في نهاي افريقيا وفي ماتش سراميكا اللي كان النادي الاهلي مرايح 7-8 لعيبة في ماتش سراميكا استعدادا لمباراة النهائي من وجهة نظره الاهم امام النادي الاهلي فاكرينها تمام وكل مرة ما الشناوي يقعد مصطفى شبير يقصر الدنيا ويتقلق فهنا السؤال برضو ليسأل حمد الشناوي زعلان قوي من امام عشور ان هو يعني زعلان انه قعد على الدكة وما بيلعبش وامام لعيب كبير وبيرضى يقعد على الدكة ده امام بقى مش زعلان انه قعد على الدكة هو امام كان زعلان انه ما تغيرش من الخمسة تمام فعمل مشكلة كبيرة جدا مع الشناوي طب النهاردة هل يحق لمحمد الشناوي انه يختار المطشط اللي يوقض فيها على الدكة وان مصطفى شبير لو لعب يبقى حمزة علاء هو اللي على الدكة ومصطفى مخلوف ومحمد الشناوي مايرضاش يقعد لمصطفى شبير طب ليه يعني ميستر كولر قالك مش زي ما انتوا فاكرين يعني وانا اللي مرايح الشناوي طب حضرتك هو محمد الشناوي لو قعد على الدكة يبقى تعبن يعني محمد الشناوي لو قاعد عالدكة هيبقى تعبان مجهد يعني ولا ايه طيب ما انت عايز تريح الشناوي هتقعده عالدكة ومستفى شبير هيلعب يعني وكده كده الشناوي مريح عشان الماتش اللي جاي هو انت بتريحه خالص يعني مش عايز تقعده عالدكة هو هيعمل مجهود واقعد عالدكة كلام لا منطقي من وجهة الناظري